اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيش مشاكل لكن لو انت مش فاهم سدقنا هتلاقي العملية يعني من كالكعه قدامك وان شاء الله تابعنا بس وهتلاقي الأمور سهلة جدا جدا ما تخافش ما تخافوش او ادقوا قدام انا استفدت ثمانية ملون جنيه اربعين الكيمة الاسمية يبقى عندي متين الف سهم المتين الف سهم دول الحلقة اللي فاتت لتلكم من المشترك فيهم لو انت قررت التمرين معايا المؤسسين اكتتبوا فيه خمسين في المية في نصهم في الحد الأدنى يعني نص المتين كالف كام مية الف سهم يبقى دي مية الف سهم يعني ايه كلام ده يا مستر يعني كاف للمؤسسين ونصاد للمؤسسين قد بعض طيب وبعدين كمل معايا وتم عرض باقي الاسهم للاكتتاب العام يا جمهور تعالى عندنا الباقي من المتين كام المؤسس اكتتب في نصهم اللي هو المتين دول نصهم مية النص التاني للمكتتبين أنا ناديت على الجمهور يا جمهور تعالى عندنا مية الف ساعة كله جاي بقى خد استمارة واكتب القسم من انت عايزها وخد 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 وكده لمينا الاستمارات في الآخر لقينا الناس اكتتبوا ودفعوا على كام اقرأ معايا خلي بالك في الآخر خالص بعد الاقصات قدامك وتم الاكتتاب في مية واربعين الف ساعة مية واربعين مش مية واربعين ساعة بس ما أنا آسف هي مية واربعين الف ساعة وحتشوفها في الحل دلوقتي الاكتتاب كيف عشان تبقى عارف مية واربعين الف ساعة الزيادة كام يا مستر الزيادة يبقى مية واربعين الف ساعة الزيادة يبقى خلي بالك لو ما يقولك تم الاكتتاب في مية واربعين ساعة ملاقيا مش مية واربعين هي مية واربعين الف يعني فيه ثلاث صفار من تكلين معايا وانا مراتهم لك في الإرشادات وبعد كده القيمة الاسمية كام يا مصر أربعين جنيه طب هل هتتدفع مرة واحدة انت اقرأ اقرأ التمرين قدامك الاربعين جنيه ديت بتسدد كالآتي فيه على أقصات يعني قصة اكتتاب وقصة اكتتاب ما يقلش عن ربع الكمة الاسمية وإلا فقط كمته ما يقلش المرة التانية بقولك ما يقلش قصة الاكتتاب عن ربع الكمة الاسمية الكمة الاسمية كام أربعين يبقى ما يقلش عن عشرة ما لم ينص في التمرين على غير ذلك هو نص قال لي قصة الاكتتاب عشرين جنيه ماشي وعشرة جنيه قصة تخصيص ماشي وعشرة جنيه كمان قصة أول وأخير على عناي لو احنا جمعنا دول حضرتك كده عزيز الطالب عزيزات الطالبة لو جمعتوهم يا أولادي يا بناتي هتلاقوهم كام أربعين جنيه يبقى الأربعين جنيه دي هتحاصل إيه حاصل جامع القيمة الإسمية حاصل جامع القيمة الإسمية كتاب عشرين تحصيص عشرة قصة أول وأخير عشرة يبقى مجموحهم أربعين افرد يا راجل فرض ده بهمن عندي بره التمرين معاليش يعني جاب لقصتين مجهولين أحدهم الاكتتاب عن حخر أنا تمين شوية مع زرعة تانية عشان برضو يعني ساعات في أوائل الطلبة وفي مسابقات أوائل الطلبة بتتعامل وبنعملها عندنا في المحافظات وكده وعلى مستوى الجمهورية بنعمل إيه طبص تلاقي مثل السيد الأستاذ الفاضل الموجه اللي عمل امتحان لمسابقة أوائل طلبة يروح جايب لك قصتين مجهولين قصة الاكتتاب عليها علامة استفهام والقصة الأول والأخيرة عليها علامة استفهام ده قصتين مجهولين هم بروح جايب لك قدام قصة تخصيص كم مثلا عشرة جنيه في الحالة دي هعمل إيه أو ماقول أنا قصة الاكتتاب ما نعارف إن إمتم ما تقلش عن ربع الكيمة الإسمية طب الكيمة الإسمية كم يا مصر؟ أربعين جنيه يبقى قصة الاكتتاب ربع الاربعين عشرة ربع الاربعين ربع العدد بقسم على أربعة خمس العدد بقسم على خمسة سلسل عدد بقسم على ستة ينقل لك ربع القيمة الإسمية القيمة الإسمية أربعين حتى بالبلد كده ربع الاربعين عشرة في طلبة مش عارفة ربع العدد كم إسم يا سيدا على أربعة أربعين على أربعة فالعشر ماشي يبقى أنا عند التخصيص مسألة عشرة الاخير يبقى كام البائج عشرة وعشرة يبقى عشرين عشرين من أربعين يبقى هو عشرين ده الفردة من عندنا برى التامنين دلوقتي في حالة لما جي لك قصتين مبهولين ماشي كمل كلامك بعين بيقول لي وتقرر حجز الزيادة لسداد الأقصات التالية تقرر حجز الزيادة لسداد الأقصات التالية هنعمل إيه بقى بص كده حضرتك معي أنا مش حايد سأتقابك كتير آدي المؤسسين وآدي المكتتبين المكتتبين اللي هو الاكتتاب العام يعني اللي هو جمهور المؤسسين كاف لهم كان قدامك مئة ألف الإصدار كان مئة ألف يبقى هنا كافهم قد صادهم وصفر الفرق بينهم خلاص عرفنا أروح من لهم قدين بس القدين بالنسبة لإيه بس لقصة الاكتتاب خلي بالك هاي الاكتتاب العام يا جمهور تعالى احنا أصدرنا مئة ألف ساعة الجمهور الجمهور كتب على كاف مئة واربعين ألف ساعة يبقى في زيادة قد إيه قد الزيادة يا مستر أربعين ألف ساعة قد الزيادة المحتجز أربعين ألف ساعة طبعا مبلغ الزيادة طالب قاعد معي كده بيقول لي ده أنا ممكن أحسب مبلغ الزيادة شوف قصة الاكتتاب كام قصة الاكتتاب عشرين جنيه لو ضربت أنا ربعين ألف ساعة اللي هو ما الزيادة في عشرين جنيه يبقى قد ربعين ألف في عشرين مش حتاكتك ولا أربعين قال الأربعة قدامها أربعة تصفارها همت والعشرين قدامها صفر واحد قد خمس تصفار واثنين فاربعة بكام بتمانية يبقى دي تمنمائة ألف جنيه ده المبلغ اللي هو قيمة الزيادة المحتاجة هنشتغل إزاي بص معايا شوية أول قدام يا جماعة بالنسبة لإخواننا المؤسسين قصة المشاكل النهاردة اللي هو قصة الاكتتاب في حالة رد الزيادة بأخمس قيود إنما نهاردة في حالة حجز حجز يعني يعني هعمل اتنين مؤسسين واثنين للمكتتبين وشوف حتصرفت زي أنا بقى معاك في الباقي كلمة الحجز دي يعني بتربك ناس كتير وبتلع يعني شوف بتلع بتطلبة كتير ما تخافش والله سهلة ما تخافش بس واحدة واحدة كده وحتفهم كل حاجة المؤسسين من حساب البنك يا مصدر إيه لحسب قصة الاكتتاب هوا قدامنا عشاش هوا شايفينه اكتتاب المؤسسين في كامسة مئة ألف سامة عشرين قد اثنين مليون جنيه إيه رأيك في الكلام تمام ده قصة الاكتتاب بس وبعد كده يا مصدر من حساب قصة الاكتتاب اللي حسب رأسي ما للأسهم العادية برضو نفس الحكاية إصدار مئة ألف سامة عشرين شوف طبعما انت فاهم هتحفظ هتحفظ طرف انت لو مش فاهم مش هتحفظ تتكلم مش هتحفظ تمسكي القلب وتشتغل إنما طبعما انت فاهم صدقني كل حاجة بقولك هتمشي معاك زي الفل إن شاء الله يبقى القيدين دول مؤسسين تعال معايا بقى حضرتك للمكتاتبين يا مصدر يلا من حساب البنك اللي حسب قصة الاكتتاب أقول لك بربو عليك يا ولد كم مشرح القيد ما سيفش القيد بقى ايه أقرع كده هتمسل بيقولك إيه أبو شعر حسن من الله أقرع معايا مش المسل بقولك كده في البلد يا ولد آه طب يلا نشرح القيد حسن في طلبة بتعمل ده مصدر فلان قال يا ولا زميلة ولا زميلة قالت مش مهم هم حاجة موجه القيد مش مهم شرح القيد أنا بقولك علشان تبقى يعني كامل ومكمل الكمال لله سبحانه وتعالى بس أنا بقوله لك علشان خاطر تظبط حالك صحيح ممكن واحد بيصحح يديك الدرجة نقصة وواحد ممكن يديك الدرجة الله أعلم بس لما يلاقي كاتب موجه القيد صح وعمل شرح القيد بأي إسلوب يا سيدي بس إسلوب يدي معنى معايا المهم ده قال لي من حساب البنك اللي حساب قصة اكتتاب اكتتاب الجمهور في كين اوعى اسمع طالب يقول لي مية لا يا حبيبي ده الجمهور كتب على مية واربعين يبقى اكتتاب الجمهور في مية واربعين الف في قيمة قصة الاجتتاب اللي هو كان عشرين جينيين فطالب أحد ما يقول لي لسه حمسك الأل الحزب وحضرب مية واربعين فالشي ما أنا علمتك وللمرة التانية عمال أعلم فيك هو الاربع المية واربعين دول اربعتاشر قدامك صفر اربع العشرين قدامك صفر صفر واحد فحالة الضرب بنعمل ايه بنجمع على صفار خلي بالك أنا بسهل لك المأمورية هو يبقى ده عندي خمس صفار واضرب اتنين فيه اربعتاشر بيكان بتمانية وعشرين يبقى ده اتنين مليومة وممية الف اللي قدامك على الشاشة دي سهلة جدا في مشاكل لا ما فيش مشاكل يا مصدر تمام بصوا لكيو التاني من حساب قصة الاكتتاب الى حساب رأس المال اصدار خلي بالك معايا دايما في قصة الاكتتاب تقول اكتتاب واصدار انما بقيت الاقصاد قل طلب وتحصيل طلب وتحصيل جميع الاقصاد بعد كده تطلب ثم تحصل باستشناء قصة الاكتتاب لابد ان يحصل الاول لازم يحصل طيب خد بالك معايا قلنا من حساب البنك لحساب قصة الاكتتاب اكتتاب الجمهور في مئة وربعين الف سهم في عشرين جنيه زي ما انت شايف الواقمة القصة الاصدار من حساب قصة الاكتتاب الى حساب رأس المال برضو بس مش حاول بقى ايه اللي حايفر انها شرح القرية اصدار كم سهم مئة الف سهم في كم في عشرين جنيه اللي انت شايفه ده بسعاتك دي يبقى الاصدار قد ايه ايه دي اتنين مليون يعني انت محتاج اتنين مليون لميت من الناس اتنين مليون وتمينمائة الف طلع طلق الزيادة بطريق تاني السلطر قعد ما يقول لها وانا لازم اضرب اضرب ايه عن عقيمة الزيادة اللي هما الاربعين الف سهم في عشرين يا مصدر اقول لها الله يسك تابوزيت كلها مسالك بس انا بعرفك جميع الطرق افرض لقيت الطريق ده مزيد في وشك لقدر الله يبقى الطريق التاني مفتوح قل بالك معاي طالب قعد معاي يقول لما احنا لمينا من الناس يا مصدر قدامنا زي ما حضرتك بتقول اتنين مليون وتمينمائة اقول لك رضع عليك اقول مفروض نلم اتنين مليون بس يا مصدر اقول لك تمام يبقى احنا لمينا زيادة كام قيمة الزيادة عندنا دي اقول لك قيمة الزيادة دي تمنمائة الف جنيه اقول لك الله ينور عليك طالب تاني قعد معاي وسمعه او سامع طالبة بتقول ايه بعد إذن حضرتك أنت علمتنا أن الزيادة أربعين ألف سهم أقول لك نعم حضرابها في قيمة قصة الإكتتاب عشرين جنيه أقول لك بروفو عليك يبقى يطلع عندي كام؟ أدي تمنمائة ألف جنيه يبقى دي مبلغ الإكتتاب بسكة مبلغ الزيادة بطريق تاني يبقى أنا جبت الزيادة بسكتين وفي جميع الحالتين السكة واحدة المثل بقولك سكة أبو زيت كلها إيه؟ مسالك يبقى أنا قيمة الزيادة عندي كان تمنمائة ألف جنيه حد كده واضح مش هردها مش هردها لصحابها ده أنا هحجزها هحجز التمنمائة ألف جنيه دول عندي ليه؟ هقول لك لي بص يا سيدي لو أنت بصت كده أنت في قصة التحصيص بتعمل إيه؟ طلب ثم تحصيل وأنا علمتك أن عندك طلب القصة مدين ورأس المال داي تاني عند الطلب القصة مدين ورأس المال داي يبقى حتقول من حساب قصة التخصيص إلى حساب رأس المال شوف هالبارشة حقيقي إزاي؟ خلي بالك أهو طلب قصة التخصيص عن كم متين ألف سهل طالب أحد ما يقول لي أنهارا بيض هو الاكتاب كان بيفرقهم وجه التخصيص جمعهم آه ما أنا كنت بغنها لك زمان أنا كنت بغنها لك زمان ساعت ما أقول لك إيه؟ الاكتاب التخصيص بقول إيه؟ خلي الآس المصدرة بتقول إيه؟ الآس المصدرة اللهم المتين ألف دول بقولوا الاكتاب بيفرقنا والتخصيص بإيه؟ بيجمعنا سهلة ديك أولا تاني الاكتاب بيفرقنا والتخصيص بيجمعنا عشان لما تيجي تطلب قصة التخصيص ما تقولش بقى أطلب عن المية ولا المية واربعين ويدخل نفسك بحرسات اسمع اللي بقولك عليه علشان تمشي على نور الاكتاب الأس المصدرة بتندب على نفسها وبتقول إيه؟ الاكتاب بيفرقنا والتخصيص بإيه؟ بيجمعنا سهلة؟ يعني لما تيجي تطلب قصة التخصيص طبعا كم؟ متين ألف سهل في قيمة التخصيص قيمة التخصيص قدامك كم جنيه؟ خلي بالك معاي في قيمة قصة التخصيص اللي هو عشرة جنيه قصة التخصيص عشرة جنيه عشان كابلك طلب قصة التخصيص عن متين ألف سهل في عشرة جنيه اللي هو قيمة القصة يطلع عدى اثنين مليون جنيه انت بتطلب حقك عادف عند التحصيل بقى هتنتقول ايه خلي بالك انت طالب كم متين انت طالب اثنين مليون جنيه اثنين مليون جنيه هتعمل ليه في الاثنين مليون دول جنيه هتحصلهم ازاي تعالي بقى ساعة البشر انت مين بولك ايه خلي بالك وقد تقرر حجز الزيادة لزداد الاقصاط التالي ادي الحجز هي اللي هي اللي يمدوخ ناس كتير ما تخافش صحيح اللي بقض عن انتحان ممكن ما يجيبهايش وكده بس ممكن يجيبها برضو فانت لازم تفهم لازم تفهم الحاجز بنعمل في ايه وازم بص يا سيدي معايا لو ركزت معايا هتقول ده هايفا جدا 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 احنا في التخصيص طالبنا ادي اثنين مليون جنيه يبقى حاجة حقول في الطرف الداين كده في الطرف الداين الى حساب قصة تخصيص اثنين مليون جنيه في جانب الداين اللي هو ده هوت الجانب الداين اللي هو ده جولك ازاي جولك عن طريق حاجتين من مزكورين من مزكورين في تمنمائة الف انت حاجزهم من قصة الاجتاء تمام ها حاجزين فعلا من الناس تمنمائة الف جنيه لسداد الاقصاط التالية طبعا التخصيص احنا طالبين اثنين مليون جنيه في الحالة دي نقول الا ده احنا حاجزين من الناس ديت تمنمائة الف جنيه يبقى المفروض نحصل كم بس منهم انا سمع طلب شاطر بقول لي مليون ومتين يا مصر اقول لك ما رب عليك يا ولد ما رب عليك يا يا بنت يبقى دي مليون ومتين ايه الف جنيه يا حسابي بانك شايف اده 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 حاجز زياد هي دي المشكلة مفيش مشاكل والله ما انا شافها مشاكل ولو انت شافها مشاكل قول لي يا سيدي وشيعة لي وانا تحت امر تسمعني مرة واثنين وثلاثة حتلاقي العملية سهلة جدا اقول تاني تاني انت حاجز ايه حاجز تمنمائة الف جنيه طب لما جيت تطلب قصة تخصيص طلبت ايه طلبت ايه طلبت ايه كله اللي اثنين مليون جنيه كله طب جوهم ازاي اثنين مليون جنيه هقول طلبت تخصيص عن متين الف سهم في قيمة التخصيص اللي هو عشرة جنيه يبقى انت طالب اثنين مليون جنيه تمام طيب هتجي تحصر المفضو حصل اثنين مليون طب هتحصرهم ازاي ما انت حاجز عندك منهم من اثنين مليون تمنمائة الف حاجزهم من امتى من قصة الاكتتاب يبقى في الحالة دي هقول من مذكورية قصة الاكتتاب للتمنمائة والبنكة يدفع فيه مليون ومتين الف يبقى من مذكورين زي ما انت شايف كده قصة الاكتتاب ادي تمنمائة ودي مليون ومتين الف بتقع الباعة يدفع في البنك الى حساب قصة التخصيص زي ما انت شايف كده بس ادي حاجز زيادة في اي مشاكل خلص سادة بيلاقوا اولا لا يلا الله القدين دي جايين بعد كده هيفين جدا بقى قصة اول واخير ما فيش اي مشاكل وانا عرفتك قبل كده ان عند الطلب القصة مادين ورأس المال داين من حساب قصة اول واخير الى حساب رأس المال بطلب حقي في القصة الاول الاخير طلب اليه طلب متين الف ايه طلب متين الف سامي فيه عسرة باثنين مليون جنيه بادي كتحصان تحصرهم كلهم هي المشكلة ان التجمية الف اللحنة هكونا حاجزينهم من من الكتاب غطوا جزء من قصة التخصيص ادي حاجز زيادة بس هل فيها مشاكل لها انما القصة الاول والاخير قاعدة زي التامريل العادي حسب انك الاحصاب قصة اول والاخير انتهت فيها مشاكل ادي حاجز الزيادة انما انا طالب منك طالب حل نفس التامريم في حالة رد الزيادة يا شيخ اتلاقي هي نفس قصة الاكتتاب في الحال ده حيبقى خمس قيود ان قصة الاكتتاب حيبقى خمس قيود لان هنا في رد التمرين اللي فات حجزت الزيادة علشان اسدد ايه منها جزء من القصة اللي هي تخصيص قصة تخصيص قصة تخصيص قصة كانت اثنين مليون جنيه كنا حاجزين ثمنمية البنك حيد دفع في مليون ومتين هلاص خدصنا من دين انما الفرد التامي اللي انا جاي لك بقول لك بكلم حضرتك نارضة عليه رد الزيادة يا عم الاصحابة ما تحجزهاش بعد اذنك اهو ملحوظة المطلوب حل التاميرين السابق بفرض رد الزيادة لمكتتبين يعني تاميرين واحد ولكن يعتبر تاميرينين فوقت واحد لان انا قدتولك في صورة فرضين بدل ما يجب لك تاميرين عن الحجز الواحد وتبني عن الزيادة الواحد هو تاميرين قدام ساعدتك اهو عشان تبقى كل البيانات قدام حضرتك وحلتولك بالصعب الاول مش هو ده الصعب اللي حاجز زيادة ادي مفيش حاجة صعبة ولا حاجزة بالنسبة لرد الزيادة خلي بالك يا سيد هتعمل ايه بتقوم بتتكلم عندي خالص تعال كده بتقول برضو نفس الكلام من حساب نفس التاميرين اللي فات حساب البنك الى حساب قصة الاكتتاب وهتقوم تقول للاكتتاب المؤسسين طبعا في مئة الف سهل في عشرين جنيه قد اتنين مليون جنيه وبعد كده من حساب قصة الاكتتاب الى حساب رأس الايه المال اصدار مئة الف سهل في عشرين جنيه خلي بالك مفيش هنا اي مشاكل بالنسبة للمؤسسين خش على المكتبين بنفس قصة المشاكل ده اسم قصة الاكتتاب او ساعات في طلبة بس مهم كده بيدحكونوا ليه اسم قصة الاكتتاب يا مصدر لا اكتاب ولا حاجة بك منه كله كتير يعني منكش حاجة هنا يا سيدي من حساب البنك الى حساب قصة ليه الاكتتاب اكتتاب الجمهور بس في كام خلي بالك مئة واربعين الف سهل عشرين جنيه قد اتنين مليون وتمنمائة الف وقد اتنين مليون وتمنمائة الف رد الزيادة يا مصدر خلي بالك يبقى انه من حساب البنك حساب قصة الاكتتاب قبل ما رد الزيادة حساب قصة الاكتتاب الى حساب رأس الايه المال اصدار مية وارب مية الف سهل في عشرين جنيه يبقى ادي اكتتاب واتي اصدار سهلة طالب قاعد معقوله طب رد الزيادة يا مصدر رد الزيادة قياد رد الزيادة عكس قد الاكتتاب يبقى من حساب قصة الاكتتاب الى حساب مين البن وبعد كده تشتغل عادي خالص تطلب التخصيص زي نفس التمن اللي مشي من شوية بس ما تيجي تطلب التخصيص تطلبه كله تيجي تحصره تحصره كله لان انا ردات الزيادة لاصحابها انما قبل كده كنت بحجز انا الزيادة لسداد اقصاد اخرى ونفس الحكاية القصة الاول والاخير تطلب حقك كله وتحصر حقك كله مفيش مشاكل ولا تأخير التأخير والمشاكل دي هنشوفها ان شاء الله في حلقات جاية ان شاء الله ومش حيبكي مشاكل ولا حاجة واشوفكم ان شاء الله في حلقة اللي جاية بامر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته